افتتح وزير الزراع السيد القصير احدث خط لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية كما تفقد الوزير اقسام المعهد بالكامل حيث يتكون من 14 قسما انتاجيا للقاحات حيوانات المزارع واللقاحات الخاصة بالدواجن وبعض اللقاحات البكتيرية وينتج المعهد 74 نوعا من اللقاحات تمثل حائط الصد الاول ضد الامراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة بمصر احنا بننتج حوالي 72 لقاح سواء لحيوانات المزارع او للدواجن كل ده الهدف تدعيم صناعة اللقاحات في مصر وتأصيلها باعتبارها توطين هذه الصناعة ايضا في ظل توجهات القدس السلسية ان احنا بنهتم بيء الصروة الداجنة والصروة الحيوانية وبالتالي كان لابد ان احنا نتوسع في انتاج اللقاحات وزي ما حضرتك شفتوا هذا الخط بيرفع نسبة كبيرة من الانتاجية بيوصلنا الى نسبة اكتفاء ذاتي برضو كبيرة نتجاوز الحوالي 25 الى 30%